بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم الزملاء الأكارم في مختبر الفنون المصرية في حلقة النقاش الثانية هذه الحلقة التي يشرف عليها أيضاً سعد دكتور عصام عسيري هي أيضاً حلقة كوية في عنوانها وفي مضمونها هذه الحلقة جاءت بعنوان الهوية العربية في فن النحت في الخليج العربي نحن أمام مصطلحات كبيرة تحتاج إلى تفكيك في الإطار الفلسفي وفي الإطار الثقافي العام فكيف في الإطار الفني وبخاصة فيما يتعلق بالتشكيل الهوية العربية وفن النحت ويعني دورها في الخليج العربي هذه عنوين كبرى أزعم وأنا واثق بأنكم ستقدموا فيها طروحات كبيرة أنا متشرف بحضراتكم الجميع من حضر لدينا الدكتورة فخرية الإحيائية من سلطنة عمان ودكتور معتصم الكبيسي من الإمارات والدكتور محمد إسحاق من مصر والزميل العزيز الأستاذ فيصل الخديدي من الطائف ونحن ننتمي إلى هذه البلد يعني أنا أيضاً في أصلي أنتمي إلى الطائف العزيز الطائف المأنوس عروس المصائف كما نقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا ومعكم الدكتور عصام عسيري وهو أحد الشخصيات الفنية الرائدة أستاذ أكاديمي وناشط أيضاً في المجتمع المحلي في هذا الإطار وأنتم تعرفونه أكثر يعني لا يحتاج إلى تعريف بالنسبة لكم فهو منكم وإليكم وهو منا وإلينا جميعاً نحن في المختبر نهدف إلى أن نخرج برؤية جيدة نهدف إلى أن نقدم رؤية ثقافية ممتازة حول الفنون البصرية وهذا المختبر سيثمر عنه تقرير إن شاء الله عن كل ندوة وتقرير واسع بعد ذلك عن مختلف الحلقات التي يديرها الدكتور عصام عسيري مختبر الحوار الثقافي الخليجي هو الأول من نوعه كما نزعم على مستوى المراكز الثقافية في منطقة الخليج ربما هناك مختبرات أخرى كما أشارت تحت الهواء الدكتورة فخرية في سلطنة عمان لكن يعني على مستوى المؤسسات الثقافية ربما بهذا الإطار الموحد نحن نكون الأول فيه مركز الخليج الأبحاث وهو الرائع لهذا المختبر هو أحد المراكز التي تهتم بالتنمية الثقافية والتنمية يعني وغيرها من الجوانب على مستوى دول مجلس تعاون للخليج العربي أنا أرحب بكم فرداً فرداً مجدداً وأرحب بكم باسمي وباسم زملائي الحاضرين معنا في هذا المختبر وباسمي وباسم رئيس مركز الخليج الأبحاث الدكتور عبد العزيز بن سقر ونائبه الدكتور أحمد نرحب بكم جميعاً ونتمنى لكم أمسية رائعة والمايك لك دكتور عصام وأهلاً بكم جميعاً فضل الله يسعدك وبرك الله فيك وألف شكر لك والله دكتور زيد في الحقيقة أنا في البداية وأشكر المتحدثين والسادة للحضور الزملاء واحد واحد أشكركم على الحضور على التفاعل على تقديم الأوراق هذه والحديث اليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 الموافق 5 أبريل 2023 بنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة عن الهوية العربية في فنون النحت بالخليج العربي نتكلم هنا عن الممارسات والنظريات ونقد الجماليات والتجارب الحالية حقيقة فنون النحت عندنا في الجزيرة العربية قديمة وضاربة في التاريخ تكاد كل الأمم أحياناً تفتخر بأن يكون عندها مجالاتها هايلة من الإنتاج الفني إنتاجهم الفني في الغالب يعني يكون من المعلم يعني معلم الثقافي زي ما احنا شايفين الآن شوف هذه خريطة الأرض قدامكم تعرف الدول بنتاجها الثقافي أو بنتاجها النحتي بنتاجها الملموس المادي للاقي إنشاف حقيقة هنا في المجال هذا لما نجي أطالع في على مستوى خريطة العالم وإحنا من بين العالم يا أخي وجدت أنه العربي القديم في فنون الخليج العربية استخدموا النحت الحجري سواء كان مجسم بالكامل أو كان نصف بارز اللي يسمونه ريليف واستخدموا حياناً لأسباب وظيفية يعني فنون تطبيقية لاستخدامات المنزل لاستخدامات التجارة لاستخدامات الزراعة لاستخدامات الصيد وفلافو كمان استخدم الفنون النحتية أحياناً كفنون معمارية للسكن واجهات البيوت الأبواب وما يتعلق بالبناء كان كمان من بينها أحياناً في شيء يتعلق بالطقوس الدينية وبالعبادة إذن فنون النحت وجدت أنها أصيلة وقديمة متواجدة عندنا قديم ينقصنا التنويه عليها وتوثيقها من جديد وإدارتها ويعني وتداولها بشكل كبير في تأثير كبير داخل الجزيرة العربية على فنون أطراف الجزيرة العربية علينا تأثير على الحضارة الهندية من الحضارة المصرية من الحضارة العراقية من الأغريقيين نريد أن نرى الابتدادات هذه والتثاقف الذي كان قديم فيما بينه يتواصلون ثقافياً وحضارياً وفنياً ونحدياً ويظهرون فيها الأشكال المبهرة هذه أرحب فيكم الله أجمل ترحيب وبترك لكم إن شاء الله تعالى الماكرافون كل واحد فيكم يتحدث من 10 دقائق 15 دقيقة إلى 20 دقيقة بنبدأ إن شاء الله تعالى بالأستاذ فيصل الأستاذ فيصل معاه ماجستير في التربية الفنية وفنان شامل حقيقة نحات ورسام وفنان يقدم فن معاصر هو مدير الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالطايف ولسه قبل شهور كان عنده معرض مبهر جداً في الرياض في قاعة الفن القلري فأهلاً وسهلاً فيك أستاذ فيصل بعده إن شاء الله تعالى بتتكلم الدكتورة فخرية اليحيائي هي عميدة كلية الفنون في سلطنة عمان ولها تجارب وأبحاث في مجال فنون النحت المعاصر وبالذات اللي يسمونه النحت التركيبي أو الفنون التركيبية أو شغل الانستاليشن أرت وهذا امتداد جديد للفن النحت القديم اللي كان قايم على الصخر وعلى الرخام أو الحجار أو البرونز والمعادن هنا الآن بدأ الفنان الجديد ينحط بس بطريقة جديدة نريد أن نرى القصة هذه معاها برضو بعدها إن شاء الله تعالى بيتكلم الدكتور معتصم الكبيسي هو أستاذ للنحت ومقيم بالإمارات وله حضور فاعل في الساحة التشكيلية في إن كان داخل العراق أو في الخليج عندنا أو في الإمارات أو بر الإمارات بنختاتهم إن شاء الله تعالى مع أكبر وهم واحد فينا ويعني حقيقة أنا نعتز كثير لصداقته ومعرفة الرجل هذا هو الأستاذ الدكتور محمد إسحاق هو نحات عظيم وله حضور كبير عميد لكلية التربية الفنية وعمل بالبحرين وعلى الطلاع واسع بالحركة التشكيلية والنحتية في الوطن العربي كله مو بس عندنا في الجزيرة العربية ولا في الخليج العربي ولا في مصر عموما أهلا وسهلا فيكم إخواني بترك الميكرافون لكم برحب فيكم أجمل ترحيب والآن معنا الأستاذ فيصل مرحبا بك يا فيصل الميكرافون لك مرحبا بك شكرا دكتور عصام يعطيك العافية وسعيد بتواجدي معك ومع القامات الفنية والنحتية من الوطن العربي الدكتورة فخرية والدكتور معتصم والدكتور محمد إسحاق حقيقة قامات فنية وأكاديمية ونحتية أتشرف أن أكون بينها طبعا بس نبدأ العرض إذا سمحتوا لي واضح العرض نعم واضح تفضل الميكرافون لك تفضل طبعا الهوية عادة ما تكون هي سمات تميز الشخص أو تميز الشيء أو المجتمع عن غيره طبعا وهي مجموعة من كل منها يحمل عدة عناصر في هويته هذه العناصر من الهوية هي شيء متحرك دينميكي يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها الأخرى في مرحلة أخرى الليلة سنتكلم عن ملامح من هوية النحط في المملكة العربية السعودية طبعا بالأصل لمسألة النحط ومسألة العمل الثلاثي الأبعاد تاريخيا وبحكم وجود أكثر من حضارة على هذه المنطقة طبعا زاخرت أرض المملكة العربية السعودية بالعديد من الحضارات البشرية منذ أقدم العصور فمن الغربة السعودية وشمال الغربة السعودية هناك المدائن صالح وأرض مدين ودادان ظهرت أثار المدن والحضارات في هذه المنطقة كمدائن صالح والكثير بها بالكثير من القصور والأبراج والأسوار والمعابد ومئات النقوش المعينة والمعينية والدادانية واللخيانية والثمودية والنبطية والتي تميزت بها بكثير من التنسيق الفني البديع في التكوينات الزهرفية بأشكال هندسية دقيقة أبرزها الفنان النبطي والعربي في تماثر رائع وهذه نماذج من الموجودات في العلا وفي مدائن صالح أيضا عثر على في بئر الهداج في تيماء على مسلة مسلة تيماء الشهيرة والتي الموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس فهذه المسلة الشهيرة مكتوبة بالخط الأرامي والعربي القديم والمحفوضة حالياً في متحف اللوفر ومكتوبة بالخط العربي وكما تعتبر أيضاً هناك في نجران العديد من الحضارات القديمة التي وجدها على بقايا سور الخدود وقصورها ورسوم ونقوش معينة وبخط الكوفي أيضاً هناك عدة حضارات تشاركة المملكة العربية السعودية مع باقي أراضي الخليج مثل حضارة ديلمون وحضارة سومر التي برزت في البحرين وجنوب العراق وأيضاً هناك كانت في حضارات في حائل ضمت العديد من الرسومات والنقوشات الثمودية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد وما بعده ومنها جبل المليحية ووجدت أيضاً على واجهاتها صفور النقوش ورسوم هامة مثل اللي واضح على أمامنا في اللهابة طبعاً هذه من منطقة غربة السعودية وجنوب غربة السعودية هذه طبعاً كانت موجودة ولا زالت موجودة رسوم صخرية ملونة في شمال الطائف في سوق عكاب والأخرى في شرق الطائف أيضاً أيضاً هناك اكتشفت مؤخراً الهيئة الملكية بداية هذا العام 2020 الهيئة الملكية بالعلا اكتشفت عن أحد التماثيل الاحيانية الضخمة التي يتجاوز نزلها الطن وطولها تقريباً مترين وعشرين كل هذا أكثر ضمته جنبات المملكة العربية السعودية وهي ليست طارئة على الثقافة ولا على الفن ولا على الحضارة وإنما هي ممتدة في جذورها بأكثر من ملايين السنين كأرض ضمت كثير من الحضارات كل هذا ألقى بضلال على المجتمع السعودي وعلى المواطن السعودي وعلى المثقف والفنان وهو ما يجعل كثير من الفنانين يبدأون يتأثرون بهذه الموجودات على أرضهم من ثقافة عميقة وثقافة قديمة طبعاً كان هناك ممارسات في النحط في المملكة العربية السعودية وقليلة جداً مقارنة بالرسوم والرسوم والتصوير التشكيلي وكانت البدايات على يد الرواد اللي كانوا محصورين في لا يتجاوزون خمسة تقريباً على رأسهم كان الفنان محمد السليم رحمه الله والفنان عبد الحليم رضوي طبعاً هذه من بدايات محمد السليم من الجسمات التي نفذت والأخرى التي لم تلفذ كانت له كثير من الفساحات والميادين في الطائف والرياض والمدينة النورة والباحة والدمام وحفر الباطن وبعضها لا يزال موجود إلى الآن أيضاً هناك من جيل الرواد واللي قدموا الكثير لثقافة البلد والنحت في السعودية الفنان عبد الحليم رضوي رحمه الله أيضاً نرى له عدد من الأشكال النحتية المنفذة على أغل واقع كان لها أكثر من 45 مجسم نحتي 33 منها كانت في المتحف المفتوح في جدة وكانت الجدة تزخر ب ولا زالة تزخر بأكثر من 400 منحوطة في المتحف المفتوح بجدة طبعاً كانت في منتصف السبعينات ولك أن تتخيل في منتصف السبعينات وفي المملكة العربية السعودية يوجد متحف مفتوح به أكثر من 400 مجسم لفنانين عالميين هيري مور أخوان ميرو هانس آرد سيزار فازاريلي بالإضافة إلى النحاتين السعوديين كل هذا كان في جدة وفي يعني بداية أو منتصف السبعينات طبعاً هذا المؤشر يدل على اهتمام الدولة واهتمام الفنان نفسه واهتمام المسؤول يعني مثلاً محمد سعيد فارسي كان أمين جداً وقدم الكثير لهذه المدينة من خلال أكثر من مليار وأربعمائة ألف مشتريات لهذه المنحوتات أو اشتغاله على هذه المنحوتات لتجميل المدينة وكان هذا في السبعينات أيضاً من الفنانين المهمين وفي البدايات اللي كان له أثر كبير الفنان بيا عزيز يعني كان له كثير من المنحرات النحتية له عدد من الأشكال النحتية كبوابة مكة المكرمة واللي كان تصميمها تقريباً في 1979 أيضاً كان له كثير من المنحوتات حلم الإنسان والسلام وأرض العصالة وساهم في تجميل العديد من المواقع في مكة والرياض وجدة وحتى روما طبعاً إذا جئنا على النحت في المملكة العربية السعودية هناك رائد من الرواد الذي لم يمهله القدر يمكن عمره ما تجاوز 40 عام لكن نقدم في فترة من الفترات شيء كبير وشيء يعني ملموس وأسس لجيل بعده في مجال النحت الفنان المرحوم بإذن الله عبدالله العبداللطيف طبعاً هو يعني برز بشكل جيد يعني جيد في وقت من خلال النحت وهو درس النحت خارج البلاد وعاد عام 1982 وقدم الكثير من الدورات في مجال النحت وكمعلم للتربية الفنية بقرية البجادية بالقرب من الدوادمي وكانت مدينة الدوادمي ولا زالت إنها مصدر لكثير من النحاتين على رأس علي الطخيس وكثير من النحاتين الجيدين والمميزين في مجال النحت كان له شمعة أو قدها في ذلك الوقت ويقدم دورات في النحت في تلك الفترة كانت شيء جيد وشيء جميل بالنسبة للحراكة التشكيلي السعودية هناك كثير من هناك عدة عوامل أثرت في وأثرت في صناعة هذه الهوية للنحات في المملكة العربية السعودية طبعا ممكن تكون مميزتها أو فرقت بها شيئا بسيط عن ما هو حولها مع أنه في نفس السياق لكن الموروث الخاص بالمواطن السعودي أو الفرد في المملكة العربية السعودية كان ممتد بما يرى من حوله من زخارف شعبية من معمار من قط من تزيين المباني كل هذه ألقت بظلالها عليه كفنان أو نحات وأثرت مواضيعه فكان يعني النحط له صبغة يعني شعبية وأثرت على مواضيع التي يستلهمها الفنان طبعا الطبيعة المحيطة من كائنات من موجودات من جبال أثرت في الفنان أيضا هناك كان يعني محظورات دينية واجتماعية كانت شكلت تحدي للفنان كيف يتجاوز أو يتعايش مع هذه المحظورات سواء الاجتماعية أو الدينية المفروضة بوعي أو بدون وعي عليهم المجتمعي فكان تعامله بذكاء وتعامله باحترافية في اختيار مواضيعي في انتقال استلهام أفكاره من يعني أصبح العقبة والعيق تحدي له ليصبح أكثر تحديا في تقديم أعماله التعليم بجمع مستوياته طبعا التعليم مرت المملكة العربية السعودية بمراحل أسوة بجميع الدول المجاورة من تأسيس وزارة المعارف إلى تقنين التربية الفنية إلى إنشاء المعارض أو افتتاح المعارض إلى معهد التربية الفنية الذي كان بداية لتأسيس جيل جيد وصولا إلى البعثات كل هذه وإنشاء الجامعات كل هذه تتحدى في تطور وتحديث دائم حتى وصلنا الآن إلى كليات متخصصة في الفنون وتخصصات في النحت ورسائل لا عدد لها ولا حصل في مجال النحت بينما في فترة من فترات كان يعني لا فضلت النحت لا تدخل في الرسائل العلمية كان ينظر لها إلى أنه الأشكال بثلاثية الأبعاد أو ابتعادا عن كلمة النحت الآن مع الانفتاح الحاصل ومع التطور الذي حاصل في المملكة العربية السعودية أصبحت سباقة في كل مجال حتى في مجال النحت المعارض والملتقيات كثير من المعارض أثرت الفنان وقد حمسته أن يقدم منجزه أيضا الملتقيات والعلى نشهد في فترة الأخيرة كثير من الملتقيات والسنبوزيومات التي استقطبت الكثير من الفنانين على مستوى المحلي والعالمي المؤسسات الثقافية والفنية والحكومية والخاصة بدأت برئاسة العام لرعاية الشباب وكان لها دور كبير في فترة من فترات وكانت تقدم جهود جميلة في تقديم الفنان أيضا هناك الأمانات كان لها دور كبير جدا في تقديم الأعمال المحتية للفنان وخروجها لأرض الواقع وكانت زي ما ذكرنا مثال على أمانة جدة في المتحف المفتوح اللي كان فيه أكثر من 400 عمل بين فنانين عالميين ومحليين وعرب أيضا نشوء كثير من المؤسسات الخاصة الثقافية والفنية التي تدعم والآن بنشهد طفرة في هذه المؤسسات الثقافية والمهرجانات اللي تدعم الفنان السعودي وتقدم له سبل المتاحة لتقديمه بشكل جيد الطفرة الاقتصادية طبعا هذه مع ظهور البترول ومع ظهور كان هناك نقلة في المجتمع بكامل وهو ما ألقى بضلاله أيضا على الفنان التشكيلي سواء في مجال تقدير للفن أو من خلال تقديمه لأعماله النحتية الانفتاح الإعلامي والإنترنت هذا جعل كثير من المعلومة والمعرفة بين أطراف اليد الواحدة فأثر الزائق البصرية للفنان والمجتمع جعل منه العالم قرية واحدة أو أقل من قرية بين يعني في الجوال الموبايل نشهد معارض ونحضر أمسيات ونحضر كما هو الحال الآن من خلال هذه الأمسية ومن خلال العرض التباعد هذا أيضا هناك اتساع دائرة الخامات والوصايت وظهور كثير من اللدائن البلاستيكية والخامات والأدوات لتقطيع الحجارة والخام هذه أثرت في رسم هوية النحط في المملكة العربية السعودية كما في غيرها كونية الفنان وقضايا الإنسان الفنان لم يعد يهتم بقضاياه المحلية فقط وإنما أصبح عالمي شامل بكل ما تعنيه الكلمة في طرحه القضاياه في التلقيه للأخبار في نشره لأعماله هذه كونية الفنان جعلته يكسر كثير من الحواجز ليقدم نفسه بشكل يليق بهذا الكون الذي أصبح جزء منه طبعا الدعم الحكومي الدعم الحكومي سأخصص له محور الأخير لأنه بحق الأرقام تذكر أنه في أضعاف مضاعفة للدعم الحكومي التي تلقاها الآن الفنان التشكيلي والنحات والثقافة بمجمل أبرز المواضيع الأعمال النحتية كان هناك بحث جميل عن تاريخ فن النحت السعودي قدمته الدكتور منال الحربي في مجلة الأردينية الفنون تقريبا في عام 2019 عملت في الدراسة عن بداية النحت في السعودية من خلال مشاركة النحاتين في المعارض النظامية التي قامتها الرئيسة العامة بداية من المعارض 1976 حتى 2002 طبعا شملت الدراسة المنهج الوصفي ل109 عمال فنانين ل56 عمل ل56 فنان وفنانة طبعا توصلت من ظن النتائج بحثها أنه هناك أكثر من أكثر موضوعات التناول من الأشكال النحتية ضمن عينة الدراسة تقريبا 50% اشتغلوا على التجريد 18% موضوعات إنسانية 19% التراث 6% الحروفية 7% فنون إسلامية من هذه تقريبا بهذا التصور وبالإضافة إلى المواضيع الحديثة التي تطرق لها كثير من الفنانين الشباب كانت موضوعات فكرية و إنسانية وفلسفية هذه يمكن أبرز المواضيع التي قامت عليها الأعمال النحتية وشكلت حددت محددات لهوية الفن والنحت في المملكة العربية السعودية حاول حاول تختصر عشان بقي الوقت طيب خلاص إن شاء الله رح نمر على التجار بالتشكيلين السعودين لأنه يعني أي حديث بدون نماذج من أعمال الفنانية السعودين رح يكون حديث منقوص الفنان بكر شيخون من الجيل الأول الفنانية السعودين قدم العديد من الأعمال التشكيلية ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد كان من أعمال الحروفيات ثم انتجها إلى أعمال تقريبا فكرية بالإضافة إلى أنه يعني تعاطى معها بجوانب فكرية مثلا كتلة حائرة انسحاب الكتلة كتلة مكبلة كلها يعني طالف فيها الفنان الأوزانة الطبيعية والكتلة المنطقية إشارة إلى اختلاف الموازين وهو برضو نفس المردود أو نفس الفكرة أو نفس الفلسفة في السلم المقلوب برضو من الفنانين علي التخيس فنان من موليد دوادبي وقدم كثير من الأعمال وكان يعني يقدم عديد من الدولات وهو من نتاج الفنان عبدالله العبدالطيف وأيضا هو مجتهد في تقديم الفن بشكل أو النحط بشكل جميل من خلال منحوتات عادة المات الرقام بحكم طبيعة الدوادمي التي فيها الصخور الرقامية أيضا الفنان كمال معلب وهو فنان من المنطقة الشرقية هو من خديجين أكاديمية الفنون الجميلة في لورانسا في إيطاليا في عام 82 80 طبعا طبعا قدم كثير من الأعمال وكان مهتم بالخيل وقد أقول له كثير من منحوتات في المستوى العالم بشكل كبير استخدم فيها رؤيته للخيل الفنان نبي النجدي برضو من الفنانين المدينة المنورة قدم كثير من التجارب كان آخرها تجارب حروفية بالستانستيل الفنان محمد الثقافي من أبرز الفنانين كان صاحب تعبير الشباب اللي قدم نفسه بشكل جريء وبشكل جيد بمحمول ثقافي عميق من خلال منحوتات ومن خلال أكثر من معرض شخصي قدموا يمكن أربع معرض شخصية آخرها كان معرض غياهب اشتغلات على الرخام اشتغلات ناعمة وجميلة أيضا من الفنانين الجيدين في الساحة والمميزين الفنان صديق واصل وأيضا اشتغل على عيادة تدوير المهملات وتقديمها بشكل إنساني وكان يشتغل على أنسنة الحديد وأنتج نتائج جميل جدا برضو من الفنانات رجال الشافعي تميزت برضو هي من الأحساء ومن خريجة في الولايات المتحدة وأيضا لها كثير من الأعمال ما زاوجت بين الأعمال اللونية وبين المنحوتات وهذه من أعمالها في سمبوزي مطويق أيضا الفنان أزهار المذلوج المذلوح أفوا قدمت كثير من الأعمال واهتمت من نحت وكانت من أول النحاتات في سمبوزي الخبر قبل يمكن خمسة أو ست سنوات أول سيدة تعمل في السعودية على السمبوزي من نحت هنا تجارب كثيرة منوعة الفنان طلال تخيس والفنان سعود الدريبي والفنان أحمد الدحيم أيضا الفنان نصور جان والفنان سعيد الزهراني والفنان العطيوي برضو الفيصل النعمال قدم تجربة جميلة في الجوانب الإنسانية أيضا الفنان عادل خيمي اشتغل على البرونز واشتغل بحس إنساني عظيم أيضا الفنان عبدالعز الرويضان اشتغل على أشكال بين التجسيد والتجريد مستقبل الفن هذا تقريبا ختاما رح نختم فيه وهذه يعني المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة اهتمت بشكل كبير بالفنون فكان هناك مشروع الرياض آرت وهو أحد المشاريع الرياض الكبرى الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الملك سلمان في عام 2019 المساهمة في تحقيق أحد أهداف الرؤية السعودية 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيرات منذ العالم ويجتمل مشروع الرياض آرت على تنفيذ أكثر من ألف عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين وعرضها أمام الجمهور في مختلف أنحاء الرياض وذلك ضمن عشر برامج تغطي الأحياة السكنية والحدايق والمنتزهات طبعا برامج المشروع معلم الرياض ويقدم المشروع معلم جديدا في مدينة الرياض ويعكس طلعات الثقافية صمم المعلم على شكل برج مضاء هو الموجود على الإساق في أحد أهم المواقع الرياض ليرمز إلى خططها المستقبلية بين تكون حاضرة للفنون ومحفز الإبداع ووجه المبدعين منتزه الفنون أيضا سيكون فيه حديقة المنفذات الفنية المعاصرة أيضا هناك وادي الفن وجسرور وادي الفن والفن العابر مشروع يدمج الفن العام بممرات المشاف كافة أرجال مدينة محطات الفن أيضا يجتمل على برنامج في محطات الفن على أعمال فنية استقام ضمن مشروع الملكة عبد العزيز للنقل في مدينة الرياض يعني تفاعل وتعطي يغطي البرنامج ستة مسارات وثمانين محطة ضمن مشروع أقدار الرياض وأكثر من ألف محطة وموقف للحافلان ميادين الفن أكثر من 19 عملا فنية موزعة 19 موقع في مدينة الرياض وادية للرياض أيضا جواهر الرياض تضم جواهر الرياض أكثر من 15 عملا فنيا تتنوع وتتوزع على 15 موقع أيضا حدائق المرح تختوي على حدائق المرح على مساحات للعب الإبداعي تناسب جميع فراد العائلة ساحات الفن تضمن ساحات الفن صالة عرض لأشهر الفنانين تقدم في ساحة المدينة تحتوي ساحة الفن على أكثر مواقع مختلفة ملتقى طويق للنحت طويق الدولي للنحت ونعيش الآن دورة الرابعة هذا العام وهذا العام استقطب أكثر من 30 فنان وفنانة على مستوى العالم العربي كان من 20 دولة من العالم العربي وعلى مستوى العالم بشكل كبير نور الرياض عشنا هذا العام تجربته الثانية يتوقع أنه يكون هذا المشاريع طبعا بدينا فيه 3-4 سنوات أنها تساهم في مشروع الرياض في جعل الرياض حاضنة الأعمال الفنية الإبداعية وملتقى الفنانين والمختصين ومهتمين يساهم المشروع في إطلاق أفاق جديد للحركة الإبداعية في المدينة يقدم المشروع فرص مميز أمام الفنانين المحليين والعالمين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار المدينة يعزز المشروع من القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الداعي في المجتمع يحفز الحركة السياحية والترفيه بالمدينة هذا أيضا إلى ما تقوم به وزارة التقافي من جهود من خلال هيئة الفنة البصرية كان آخرها في بينالي الفنة الإسلامية في جدة كل هذا وأكثر المملكة العربية السعودية موعودة بها من قادتها والفنان التشكيلي السعودي حيكون فرص في هذا المستقبل شاكر لكم واعتذر عندي طالة ويعطيكم العافية والله نحن شاكرين لك أنا لم أحب بيت الضابع كنت جاوز وقتك لكن كلامك جميل وخليتك ما عندك مشكلة إذا كلام يسمونه مسمر عليه القيمة الله يشكر فضلك يا سيدك كل أخي الورقة دسمة ومليانة قدمت أنت فيها دوطة تاريخية عن الحضارات القديمة والنحت القديم اللي ظهر في الجزيرة العربية وبعدين نوهت عن بدايات الحركة النحتية في السعودية على يد السليم والرضوي وعبدالله عبداللطيف وبدايتها في الدوادمي تعتبر أهم مدينة تحرك فيها النحت قدمت لنا 11 عامل أسهمت في رسم هوية النحت السعودي 11 عامل من العوامل فهذا حصر جميل منك وسنك كبير بارك الله فيك أكثر ما كان عامل مهم فيها تأثير تحريم الفن على الإنتاج النحتي وعلى تعليم النحت والفنون في السعودية وأنا أأيدك في الشيء هذا واحتمال يكون في دول الخليجة العربي المشكلة هذه موجودة عند بعض الدول جزاك الله خير نوحت كمان عن المواضيع اللي يتناولوها النحاتين السعوديين والمدارس اللي هم متميزين فيها ودراسة عن 56 النحات بارك الله فيك ختمت كلامك بالتجاربة الحديثة اللي موجودة في السعودية من الفنانين والنحاتين اللي نشوفهم في الصلاة الحالية وآخر شي قفلت بمشاريع النحة المستقبلية وقلت لنا أن هناك ألف مشروع نحتي قائم ألف شكر لك بارك الله فيك ونقول الآن المكرافون للدكتورة الفخرية اليحيائي عميدة كلية الفنون في جامعة القابوس في سلطنة عمال وهي فنانة كمان نحاتها ولها تجارب وبحوث في مجال يعني فن التصميم في الفراغ والنحة الجديدة معانا دكتورة الفخرية نسلمك المكرافون ومساء الخير للجميع طبعا سعيدة بالتواجد معكم معقامات علمية وفنية في مجال النحة طبعا الأكثر مني شأن وارتباطا بهذا المجال وأشكر طبعا مركز الخليج للأبحاث وعلى سبيل المجأة وعلى سبيل التخصيص مختبر الفنون البصرية وطبعا السعي الحثيث للخروج بقطاع الفنون البصرية في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص بأن تجت النور في عدد من الرؤى والأفكار المستقبلية طبعا أيضا سعيدة بمتابعتي لمحاطرة الأستاذ فيصل اللي يعني قدمت استشراف حقيقي لمستقبل الفنون النحطية على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية وهي طبعا دولة رائدة في منطقة الخليج العربي وإن تحرك القطاع النحطي على وجه الخصوص في هذه المنطقة من المملكة بلا شك سوف يكون له تأثير عميق على المنطقة الخليجية والمنطقة العربية طبعا طبعا أنا ما عديت عرض مشابه لما عده الأستاذ فيصل باعتبار أني توقعت أن نكون حوارا بين مختصين ومهتمين بالمجال لكني في ساعتين ماضيتين حاولت أن أقهز عرض مختصر طبعا أنا موضوع الهوية العربية في فنون النحت هو موضوع يعني موضوع شائك وخاصة عندما نتحدث عن الهوية وارتباطات النحت في المنطقة أيضا بقضايا كثيرة رغم يعني تبنينا وتحدثنا نحن في مجال الفن والفن والقانب الأكاديمي بأن يعني نعشق أن نتحدث أن قطاع الفن من القطاعات المهمة التي لها شأن وأنها أن بناء الحضارات كان بأيدي فنانين وأن هناك إرث سجله الفنان في مختلف الحضارات في الكهوف وغيرها يعني نحن نتبنى هذا الموضوع ونقتنع به لكن في الجانب المقابل نعتقد أن النحت في المنطقة الخليجية على وجه الخصوص وليس المنطقة العربية عانى أشد المعاناة من الكثير من التحديات ربما الأستاذ فيصل تطرق لها ارتبطت المعتقدات بشدة في تأخر الكثير في تأخر هذا المجال على وجه الخصوص أثر أيضا على الجانب الاجتماعي وتقبلهم لكلمة نحت يعني المجتمعية وفي المناهج الدراسية بدأت الكثير يعني كثير من الدول كانت تستعيض بهذا المصطلح وبمسمى النحت ويمكن ومن ضمنها المملكة بالتشكيل بالتراكيب بالتراكيب وغيرها من الأمور وبالتالي كان حضور هذا المجال النحتي في قطاع التعليم كان خجول جدا كان بعيد رغم أني يعني دائما أقول أن عمر الفن هو عمر الإنسان وهي مقولة المؤرخ أرنست فيشر وهي دائما أنا أتبناها أنه لم يكن هناك إنسان إذا لم يكن هناك فن والكثير مما ذكره الأستاذ فيصل قبل قليل مما سجلته الحضارات من أرض وغيرها لم تكن تصل إلينا لو لا وجود الفنان التشكيلي أو النحات بلا شك ما ورد وما سجل من منحوتات كان ارتباطه بشكل أعمق بالقانب التطبيقي أو بالقانب الحياتي إذ ارتبط الجانب النفعي في ممارسات النحاتين بشكل حقيقي يعني النحط كان الغرض منه في أكثر الأحوال هو قانب نفعي أكثر منه جمالي يعني وفي القانب الآخر ارتبط النحط كمسمى بالمعتقدات أنه ممنوع النحط فإذا ارتبط النحط بالتشخيص أو بالتشكيل للمألوف ارتبط بالتحريم وإذا ارتبط النحات أو الفنان بالقانب الجمالي أو بالقانب النفعي ارتبط بأنه يقدم شيء مطلوب فهناك متناقضات أيضا في أدوار الفنان أيهم يختار يختار الجانب النحط كمسمى أو كممارسات أو أنه يختار الجانب التطبيقي أو النفعي كاحتياجات مجتمعية ولذلك إذا تطلعنا إلى منطقة الخليج أو حتى المنحموتات التي سوف تستعرض ربما أو استعرض منها الأستاذ فيصل يتقبل الشارع أو يتقبل المجتمع أن ننحط خيول على سبيل المثال لكن لن يتقبل أن ننحط وجوه وأفراد وغيرها فهناك في نوع من التناقضات طبعا أنا عندما أتحدث عن مسيرة النحط في سلطنة رومان أجدها قبل عشرين عام هي الحلقة الأضعف ودعوني قليلا أشارككم يعني عرض بسيط مختصر جدا لما أود التطرق إليه حول التجربة العمانية في هذا الشأن طبعا مثل ما قلت واضحة نعم واضح فضل طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل أنا أعديت هذا العرض بشكل مختصر فقط لإطلاعكم على بعض ملامح الحركة النحتية في سلطنة عمان والكل يعرف أن انطلاقة مسيرة النحت في سلطنة عمان طبعا يعني لها قذور أيضا مسيرة حضارة قذور لآلاف السنين وبلا شك هناك الكثير مما سقل على الكهوف وأسقف الكهوف وغيرها من الجدران وجدت الآن ووضعت في المتاحف لكن عندما نتكلم عن البداية الفعلية للحركة التشكيلية رغم أن هناك ممارسات في السبعين لكن عندما نجد ممارسة تشكيلية حقيقية ممنهجة مؤرخة فنجدها بدت مع 1980 مع انطلاق مرسم الشباب كان هذا المكان هو المكان الحاضن للفنانين بشكل عام وبينهم النحاتين بممارساتهم المحدودة ثم قاء مكان آخر وجد كمكان ثقافي وأطلق عليه النادي الثقافي في 84 ثم بعد ذلك قاء افتتاح قسم التربية متأخر مقارنة بالحركة في منطقة الخليق سواء كانت الحركة التعليمية لهذا المجال أو الحركة البحثية في عام 1991 قاءت انطلاق اليمعية العمانية الفنون التشكيلية بعد ذلك عام 1993 وانتشرت بعد ذلك أقسام للفنون والتصميم وغيرها مباشرة حركة النح يعني عندما بدأت الحركة التشكيلية في عمان حركة النح مثل ما ذكرت كانت الحركة الأقل حضورا كانت الحلقة الأضعف ولم أكن قبل عشرين عاما يعني أعتقد أنني سوف أكون في هذا الوضع لأخلف لأنتقل نقلة كبيرة لأقول أنه أصبح الآن هو الحلقة الأقوى حضورا وتمثيلا وأعداد من الفنانين ومشاركات وتمثيل نسائي وغيره يعني قبل عشرين عام تقريبا يعني ما ممكن أقول أننا سنجد مسيرة نحتية متكاملة كانت ممارسات فردية حاضرة بلا شك منذ انطلاقة الجمعية والفنانين وكانت عملنا لكن كانت تنفذ يعني بشكل شحيح جدا رغم أنه هناك فنانين طبعا بارزين لكن ممارساتهم كانت معدودة على الأصابع كانت أيضا أعمالهم تظهر في المعارض السنوية كمجال وليست كممارسات عبور بسيط بين مكانة الحركة التشكيلية في سلطن بين دول الخليج طبعا نعرف أن هناك فنانين والفنانين منذ أجيال يتعارف بين أقرانهم في دول المنطقة وكانت هناك ممارسات تجربية بين الفنانين كانت هناك تبادل كانت هناك مؤسسات داعمة ومن ضمنها كانت الجمعية كانت هناك شراكة بين الفنانين واستضافات وغيرها ضمنت تقدم مجال الفنون وطبعا أنا أتبنى أن دور الحكومي في دعم المسيرة بوجود الجمعية ساهمة على الأقل في توجيه فكر الفنانين في وجود مكان ينطلقوا فيه لكن مسيرة النحط طبعا في عمان لما نقى أقول كيف تطورت ذكرت قبل قليل أن هناك أعمال لكن كانت البدايات الأولى متواضعة كانت ممارسات يعني رغم أنها فيها جانب مثل ما شايفين مثل ما ذكرت قبل فليل كان الرائد للفن النحط هو الفنان الراحل أيوب ملين كان يجتهد لإضافة هذا المجال بطريقة يعني لما نحصل الآن ممارساته نقد فعلا أنه حفر في الصخر ليوجد هذا المجال بين المنطقة الخليجية على وقه الخصوص أيضا بعدما انطلق من منحوتات الخشبية بدأ يدخل في الرخام في المنحوتات الأكبر حجما هذا طبعا في نهايات تسعينيات هذه أيضا بدايات للفنان أيوب كان يتعامل بمختلف الخامات أحيانا يتوجه إلى تشكيلات الخط أحيانا إلى الإسلاك أحيانا الخشب فكانت ممارساته يعني مبنية على اكتهادات وعلى طرق أبواب الخامة والتجريب فيها ثم جاء فنانين مثل الفنان خميس سونية يعني هذا الفنان قدم هذين العملين ولم يحضر ولم يذكر في أعمال أخرى يعني نفذ وانتهى الفنانين عندنا فنانين أخوان هم الحنينيين فنان خميس له ممارسات طبعا مثل ما أنتم شايفين لها يعني هذه في أواخر التسعينيات بدت بدت الأمور في عمان يعني يعني تتخلص من بعض الأمور الخاصة بالمعتقدات وبتحريم ومنع التحريم التجسيد وغيرها فكان الفنان خميس يعني انطلق وتقرأ بدخول يعني القسد وهذا طبعا نموذج آخر من أعماله طبعا هي أعمال يعني تتقاطع مع فكرة الكثير من الفنانين حتى أيضا موجودين في المنطقة ركز خميس فترة من الفترات على هذه المفردات وطبعا هذا اشتغل عليها بتقنية الرليف يعني الفنان خميس قادر كان انه يستمر ويوجد له لكنه أيضا توقف مؤخرا وأصبحت أعماله أيضا قليلة الفنان رشيد أيضا طرق باب النحت كما طرق أبواب الرسم والتصوير وبدأ بممارسات قائمة على الرليف وعلى التجريب بساليب نحتية يعني مبتكرة احنا نقول أو بممارسات نحتية معاصرة أيضا هذه نماذج من أعمال نحتية نفذت في أواخر التسعينيات طبعا هذا نحن نقول أعمال التركيبية وهي طبعا أعمال معاصرة تصنف علميا بأنها هي أعمال نحتية سواء كانت من خلال تجميع مفردات تجميع عناصر قاهزة ويعني قدم يعني رشيد أيضا من الفنانين اللي حاول يطرق أنواع مختلفة على الأقل في مجال النحت وهذه أيضا أعمال خشبية يعني على شكل طبعا كراسي من تجميعات خشبية هذا رشيد أيضا الفنان عيسى المفرجي أيضا من الفنانين الشباب اللي يعني حاول أيضا التجريب على مستويات مختلفة إلى أن وصل إلى الأعمال المفاهيمية والأعمال التجريبية والأعمال التجهيز في الفراغ ودخلت أيضا الإضاءة ودخلت أيضا طبعا هذه أعمال نحتية قائمة على فلسفة الرليف وهنا أعمال تركيبية هنا أعمال دخلت فيها الإضاءة والحركة طبعا طبعا أنا حاولت أحصر لكم أين وصل النحط كيف بدأ وأين وصل يعني المسيرة التي كنت أتطرق إليها وأذكرها بأنها حلقة ضعيفة أراها الآن وبقوة إنها الحلقة الأقوى لدينا عيسى من الفنانين الشباب اللي يعني لديه فكر خاص بتوظيف الخامة والتجريب فيها بقالب معاصر هذا أعمال عيسى فنان سليم سخي أيضا كان فنان بدأ تجاره في القانب التصميمي ثم بدأ في الأعمال التركيبية وانطلق في مجال النحط يعني استطاع عدد من الفنانين العمانيين الإلمام أو الولوج إلى مجالات فنية مختلفة من رسم وتصوير ونحط وفيديو وبالتالي طرقوا أبواب كثيرة نستطيع أن نقول أنهم لديهم إمكانيات رغم محدودية أحيانا الدعم وغيره هذا أيضا فنان سليم هذا أيضا سليم ظهر جيل من الفنانين النحاتين أكاد أقول يعني من الفين وارباطعش عندما بدأ أو انطلق مخيم النحاتين في صحار هنا حدثت الطفرة في هذا المجال طبعا مخيم النحاتين هو مخيم تبناه شباب بجهود ذاتية أنشأوا مؤسسة أسمها مؤسسة بيت فن صحار كان الهدف من إيجاد هذه المؤسسة أولا هو بعد الصحار عن العاصمة مسقط وما يحدث فيها من فعاليات فنية وغيرها وجود هذا الشباب أو تخرج هذا الشباب من قسم التربية الفنية وشكلوا مجموعة فيما بينهم جميعهم ينتموا إلى هذه المنطقة الصحار فأسسوا هذا البيت أو بيت فن صحار بعد تأسيسهم للبيت انطلقوا إلى إيجاد ما يسمى بتجمع للنحاتين كانت طبعا أصبحت الصحار هي البؤرة النحتية الحقيقية للمنطقة لعمان أصلا التي تستقطب شباب وفنانين من دول العالم بدأت ممارستهم من 2014 كانت كمل المخيم العقد الأول له من كم شهر من شهر واحد لماضي المنصرم يعني استطاع هؤلاء الشباب طبعا بإدارة الفنان علي الكابري أن يكون لهم أن يكون لديهم يعني الريادة في الدعم في دعم مسيرة النحت لتصبح مثل ما ذكرت الحلقة الأقوى بجهود أفراد بجهود ذاتية يعني يحسب لهم هذا المجال هذا طبعا عمل للفنان علي الجابري رخام وخشب هذه أعمال علي الجابري أيضا وهذه نماذج من أعماله وهذا من نتاجات ملتقى ومثل ما شايفين في الخلف نماذج من نتاجات ملتقى النحت أحمد الشبيبي أيضا من الفنانين اللي بدأ في الخزف لكنه سلك مجال النحت وبدأ يعطي طبعا هذه موارساته الخزفية في البدء ثم انطلق في المجال ويعني استطاع أن يوجد له أسلوب نحتي رغم ذلك استطاع أيضا أحمد الشبيبي أن يطرق أبواب الخامات من رخام من خشب من حديد وغيرها أيضا أيضا هناك الشاب ضمن الفريق في مؤسسة بيت صحار هو يوسف الرواحي أيضا نضم لهذا الفريق طبعا جميع الأعمال التي سوف أعرضها لاحقا هي من نتاجات هذه المجموعة التي أقول وبكل جرأة وقوة أنهم من استطاعوا أن يحملوا على أكتافهم مسيرة جديدة حقيقية للنحد في سلطنة عمان على وجه الخصوص وأتوقع مع تبنيهم لملتق مخيم النحاتين سوف يكونوا يعني رائدين في الاستفادة والإفادة لفنانين خليجيين وعرب وعالميين هذه أيضا أعمال الفنان يوسف الرواحي طبعا الأعمال بدت تتطور بدت تأخذ مساحات أكبر بدت تخرج إلى الميادين الخارجية بعد أن كانت خطاع صغيرة وهذا عبد الكريم الرواحي أيضا أعماله بالتشكيلات من الحديد وهذه أيضا هذه أيضا أعمالهم في أحد النتاجات المخيم الفنان عبد العزيز المعمري أيضا من الفنانين الذين ينتمون إلى بيت فن صحار أيضا وعشقوا مجال النحط وأبدعوا في ممارساتهم وتنوعة إنتاجاتهم هذه أيضا لعبد العزيز عندما نتحدث عن الحركة النسائية العمانية في مجال النحط طبعا لم تكن هناك لفترة طويلة جدا أي دخول لقطاع النحط من قبل الفنانات التشكيليات الفنانات كانوا حاضرين بقوة في الحركة التشكيليات ولربما الإحصائيات أثبتت أن النساء أكثر أعدادا في حركة التشكيلية من الذكور المنتسبين لكن وجودهم وجود النساء في عالم النحط كان معدوما إلا مؤخرا طبعا أنا هذه واحدة من الأعمال التي نفذتها أيضا في الألفين وكانت واحدة من الأعمال والعمل كان مشاء اسمه مشانق السلام أخذ أحد الجوائز الكبرى كانت تضامن مع أحد الأحداث السياسية التي حدث في منطقة العربية لما نقل للنحاتات الحقيقيات لما نتكلم عن النحط بشكل حقيقي نقل أن الفنانة خلود الشعيبي من الفنانات التي أبدعت في مجال النحط وأصبح لها شأن وقدرة وتواجد وحضور في مجال النحط حتى حضورها في المخيمات النحاتين حضورها الفاعل في المشاركات الدولية أصبحت سجلت اسم في هذا المجال وهناك أيضا الفنانة فايزل وهابي وأعتقد أنه هذا الفنانتين من الفنانات التي تميزنا بهذا المجال هناك أيضا الفنانة مريم المرهوبي أيضا استطاعت أن يكون لها اسم بارز في مسيرة النحط في سلطنة عمان وطبعا أشكر أشكر لكم استماعكم ومشاهدتكم لهذا العرض المختصر لكني يعني أعتقد أنه مسيرة النحط الآن في منطقة الخليج مثل ما ذكرت ومثل ما شاهد طبعا ومثل ما تابعت حتى أنا على المستوى الذاتي المملكة مؤخرا أعتقد قريب انتهى بنالي الفن الإسلامي قريب جدا وكان هناك لينية للزيارة وتم حقز لكن شاءت الأقدار أن لا أن لا يعني أكون محظوظة وحضور هذا الحدث الثقافي الكبير لكني فعلا متفائلة بقوة بأنه النحط في المنطقة الخليج على وجه القصوص راح يأخذ شأن مختلف لأنه لا ينقص الكوادر ولا الممارسين ولا الإمكانيات ولا الطبيعة الحاضنة لأن الطبيعة الخليجية مليئة بـ يعني مثل على سبيل المثال لدينا في عمان لدينا مناطق جبلية كثيرة وبالتالي الشباب الذين أسسوا ملتقيات النحاتين كانوا يعتمدون على البيئة بشكل مباشر كانوا يقيمون ملتقياتهم ومخيماتهم في منطقة جبلية تسمى واد الجزي كانت المقالع كان الفنان النحاتين يختارون القطع الرخامية كما يختارون طبق من بوفي أو وقبات معينة كل فنان يدقي القطعة الرخامية التي فأعتقد أننا في المنطقة الخليجية نمتلك الكثير من الإمكانيات لكن ما زال هناك يعني هو القلق أو دائما الذي يقلقني إلى الآن يعني نجد أو يتبادر إلى أذهاننا أن هناك من يرى أن مصطلح أو مسمى النحة أنه حرام ولذلك نحن نحاول أن يعني أن نلتف على المصطلح رغم أنه يعني نحن نعيش في بيئة يبلية ولديها مقومات وغيرها من الأمور فنتمنى قريبا أن يأخذ هذا المجال هو حاضر وبقوة وفناني موجودين لكن على الأقل سيطن أن تخف وطأد الاحترازات من مصطلح النحط سواء كان في الجامعات أو في البحوث أو في الممارسات وشاكر لكم إشراكي في هذا الحوار لأنه فعليا مثل ما ذكرت لكم أنا ممكن أكون مطلح على الكثير من الممارسات لكني أقلكم حضورا فيما يخص الممارسات النحطية شكرا جزيلا وأشكر القائمين على هذا المختبر لإشراكي هذا الحديث التري اللي أنا أعتقد أنه سوف أستفيد أكثر من أنني سوف أفيدكم شكرا جزيلا الشكر لك بالله يا دكتور بارك الله فيكي حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله ورقة تسمع حقيقة تكلمت فيها عن يعني تاريخ النحط في سلطانة عمان وحددت بالذات مرحلة الثمانينات أنها كانت هي النشأة الخجولة كانت في بيت الشباب ووضحت لنا كيف بدأ النحط في عمان وكيف وصل الآن وبالذات في العشرة السنوات الأخيرة تقريبا 16 نحات تجربة 16 نحات مختلفة الأساليب والتنوعات لكن حقيقة مواضح أنهم استفادوا من قيمة الحجر العماني أنا شوف حتى السعودية تستورد الحجر العماني للنحط يبدو أنه في خصائص ممتازة يذكرني بالطين الأسوانية الخزن الأسواني وفا الحجر العماني والطين الأسواني لا أعلم لماذا محبب عند النحاتين شكرا لك والله يا دكتور وألف لك يعني سهرناك معنا الليلة بارك الله فيك الله يبارك لك شكرا لك أنتقل الآن بالمكرافون للدكتور معتصم الكباسي من الإمارات مدري دكتور معتصم موجود الآن المكرافون لك طال عمرك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا 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 شكرا إن شاء الله ما أقف هذا الوقت كافي لكنه بصراحة أنا أحب نعرج على كلام أخي دكتور فيصل وأختي دكتورة فخرية بالإضافة إلى المعتقدات الدينية ومسألة التحريم هناك معضلة كبيرة جدا يواجهها النحات وهي يعني عدم الانتشار يمكن أن يتسببا لرئيسي بعد المعتقدات الدينية هو السبب رئيسي في عدم انتشار فن النحط في منطقة الخليج بصورة عامة ألا وهو عدم وجود مسبق فرونز المصنع المتخصص في أخذ الأعمال من الفنان وعملية ثباتتها وتقديم العمل بشكل مختلف عن الحجر إذا تلاحظون معظم النحاتين الموجودين في دول الخليج إن كان بالسعودية والرومان والبحرين وحتى بالكويت غالبا ما يتبنون أو ينفذون أعمالهم على خامة الحجر يعني بصراحة ما أريد أقل من قيمة الأعمال على الخام يعني بلاكس خامة جميلة وإلها ثقل ووزن في الساحة الثانية لكنه إلها حدود صعبة تجاوزها هذه الحدود في عالم لبرونز وعالم سباقة لبرونز تجاوزها بكثير يعني اسمحوا لي أتمنى ما يفهم من كلامي هو التقليم من شأن النحات الخليجية إذا نلاحظ معظم النحات أو معظم الصور التي شفناها دور في فلك الحروف العربية أو الأشكال الحلزونية يعني ما أخفيكم أنا لحد هذه اللحظة ما جاي أحس في هوية وابحة للنحات الخليجية يعني يمكن عدون على أصابع اللي ممكن أقدر أميزهم لكن بسرعة عامة لأمل كل الشاب كأنما نحات واحد مشتغلهم والسبب طبعا اللي هو الخامة الحجر اللي هي فيه حدود يصعب على النحات الخليجي أو النحات الغير خليجي تجاوز تجاوزها الخامة الطين اللي هي النحة على الطين وعملية تحويل إلى البرونز متجاوزها كل الحدود بإمكانة عمل أي أمل أو أي منحوت بأي تفاصيل بأي تفاصيل ممكن أن تنفذها بالطين وبعدين تتنفذ بمادة البرونز لكن المعضلة هنا أنه عدم وجود مسبك في دول الخليج كافة مموجود أي مسبك متخصص في سباكة المنحوتات لذلك نشوف أنه النحات أما لهب إلى موضوع النحة على الحجر الضخام والقلة على الخشب والبعض على النحة الفخارية والسيراميك والقسم الأكبر يعني أعرف مجموعة كبيرة من النحاتين تركوا عالم النحة والتجو إلى رسم باعتبار أنه رسم ستوديو 4 متر في 4 متر بإمكان أنه يطلع عمل فني رسم 10 متر في 50 متر هذا صعب توفير أو هذا صعب الموضوع صعب أنه أنا كنحات في قاعة صغيرة أطلع عمل نحتي برونز لذلك برونز أيضا مشكلته مشكلة صعبة أنه عدم وجود المسبك لذلك الفنان يطلع من عنده غالبا السفر إلى أحد البلدان إن كان بيروت أو مصر أو إلى الصين أو إيطاليا أو سوريا لتنفيذ أعمال الفنية فهذا الشيء أتمنى أنه يراعى هذا الموضوع ويؤخذ بنظر الاعتبار وطرح هذا الموضوع أمام المسؤولين لحل هذه المعبضة أنا هذه المشاركة تحقيقة أو تعقيبة على كلام دكتور فيصل الدكتورة فخرية نعم دكتور أصابق صحيح والله بارك الله فيك أنا ذكر يا دكتور كنت أكلمك العام الماضي قلت لي أنني رايح الصين عشان أسبك ما أنا ألاقي في الإمارات صحيح صحيح نعم لكتور أصابق دكتور أصابق قوالب سيليكون قوالب سيليكون قوالب سيليكون قوالب سيليكون قوالب لمدة كيميائية لنصنع ملعتها حتى نعمل ملعتها برونسك قلي هذي بما نعطيه لازم نقطع قطع صغيرة من كل قالب مجموعة قطع وموديها المختبر ونشوفها كانت تأثر على البهنة أو لا يعني تخيل بهذه العقلية أنه نحن صعب أن تظهر القلب من القطع أي قطعة بسيطة من عنده رح يعني ما نقدر نستعملها بعد مرة ثانية فالنتجة غالباً إلى الصين طبعاً الصين فيها أيضاً مشاكل كثيرة مسألة البيزا ومسألة السفار واللغة أواجهها بصعوبة بحيث أكون معي ترانسليشن يعني تطبيق حتى أتكلم معاهم وتكلمون معايا وحواصة للتكار لذلك موضوع الاستفاكة يعني مريد أصعبها على الأخوان النحاتين لكنه الموضوع أتمنى أن نجد إلى حال من خلال هذه الأورش المباركة إن شاء الله وندفع الموضوع إلى أحد الجهات المسؤولة لتساعدها بحل هذه القضية نعم دكتور عصام تفضل دكتور إذا عندك مرقة تقدمها لنا والله هذه حبيبي دكتور عصام يعني هاي المسألة اللي أنا حبيت أشيرها بهاي الوطش نعم طيب بغيت أسألك يا دكتور الحركة الاجتية عندكم في الإمارات آخر ملتقيات سويتوها في دبي أو الشارقة أو أبوظبي أشوف ما شاء الله تبارك الله عندكم أرد أبوظبي وعندكم أبوظبي عفوا أبوظبي أرد وعندكم أرد دبي وعندكم بينالي الشارقة حكي لنا بالله عن التطور أنت عشت وشفتك في الفترة الأخيرة بانتقالك للإمارات يعني ما شاء الله لك مدة طويلة في الإمارات بالله عن الحركة النحتية هناك كيف تقول فيها وكيف تناهضت وكيف تتصير فيها يعني حقيقة ما أنكر أنه بالسنوات الأخيرة بدأت أن النحت يظهر من جديد بشكل كبير خصوصاً في الإمارات دبي والشارقة من خلال وجود البنال الشارقة ورعاية سمو الشيخ أحور لهذا الموضوع بشكل كبير السنة هذه كان البنالي مختلف جداً يعني أتمنى بكل اللي يسمع كلامي وحاضر هاي الوشة يجيزون لأن البنالي مستمر ستة شهر تقريباً شهر خمسة هو مستمر إن شاء الله فيه مجموعة كبيرة من الأعمال النحتية فيها مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الرائعة السابق ممكننا نشوفها الأعمال الكونسبتشول غازية القاعات الآن بدأت أشعر أنه هي بدأت تنحصر هاي فكرة الأعمال الكونسبتشول أو الأعمال المفاهيمية وبدأ المشاهد أو المتلقي في رغبة في رؤية البنون البصيرية ما أقول لكلاسيكية وإنما يتلاحف إلى رأيات منفوتة يتلاحف إلى رأيات لوحة بنية كذلك شفنا هذا الشيء موجود في أب دبي أيضاً مجموعة العمال انعرضت من الفنسبشول التي تتجاوز الـ 5% سابقاً كانت تتجاوز الـ 50% و60% أيضاً أرض أبوظبي نفس الحالة العمل النحتية لها كبيرة طبعاً وعلها تأثير فعال على وجود كبير في أرض دبي و أرض أبوظبي هاي الأشياء كلتها أنا أقرأها قراءة إيجابية وأتمنى أنه نستمر بهذا الموضوع احنا ما يخفى عليك الدكتور عصام عندنا في شارقة جامعة الشارقة كل جميلة في قسم خاصة ومنحد يمروا علينا الطلاب السنة الثانية يجبسون التخصصات من الطييم للفوريتريت إلى الحيوم البدي جسد الإنسان وبعدها ندخل في عالم الخزق طبعاً كل مرحلة ندخل في عالم أو في مرحلة صناعة القوالب في مختلف الأشكال صناعة القوالب الجبسية المندثر صناعة القالب الجبسي المتكرر بالإضافة إلى صناعة القوالب المطاطية المعتمدة حالياً في أفضل المسابق بالعالم كل هاي الأشياء توفرها الجامعة مجانة للطلاب إضافة إلى ذلك وجود محاد الفن الجميلة في الشارقة برعاية مؤسسة الشارقة البنون أيضاً وفي معاهد كثيرة في الشارقة تقدم فن الخزف حقيقة حتى أعضج على فن الخزف أنا أعتبر فن الخزف أيضاً فن نحتي لأنه غالباً المنحوطة أو الفن الخزفي أيضاً مثل عيدي أيضاً لكنه الفقط المفتل بينهم المتيريال هنا برونز أو أخام في فن الخزف نطين المفخور لكنه ملوى مزجد فأيضاً الموضوع الفن الخزف لقى حقيقة لقى رعاية كبيرة من سمو الدكتور السلطان حفر الله ورعاية أيضاً كريمة من قبل سمو الشيخة حور وجود أكثر من معهد كثيرة جميلة يدرس هائل كثيرة أيضاً مجاناً الطلابين يدخلون حتى وسائل النقل متوفرة مجاناً لجميع الطلاب ومن كل الجنسيات فهذا الشيء حقيقة أشعر أنه بدنا نحط العجلة على السكة الصحيحة من زمن شيء تقريباً عشرة إلى حسنة سنة وأتوقع ومو أتوقع إنما هي حقيقة ظهرت أسماء جميلة من الشباب من كل الجنسيات اللي عشوا في داخل الدولة فنانين شباب أعتقد لهم مستقبل كبير وهم مشاريع الفنانين كبار إن شاء الله أنا شخصياً عندي مجموعة من الطلبة يعني أتوسم الخير بهم يعني حقيقة من أشوف مشاريعهم وإنتاجهم أشعر باستعادة غامرة وأشعر أنه فن النحط والفن الخزق سيحضر بشكل كبير في المحافل الدولية قريبة إن شاء الله الله فيك بارك الله فيك شاكرين ومقدرين لكم الله يا دكتور حقيقة هو يعني طلب مطلبك بأنه تدشين مسابك للبرونز والمعادن لتشكيل البرونز والمعادن في دول الخليج هذه إن شاء الله بتخليها توصية للجلسة إذا حبيته نعم 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 كمان إذا حبيته كمان في عندي توصية ثانية يا أخي أحدت النظر الدينية في فن النحط وتحريمه ونحن نقرأ القرآن يا أخواني نلاقي في آيات من القرآن الكريم تثبت أن الله سبحانه وتعالى سخر للنبي سليمان من الجنة حاتين ينحط له تماثيل ونحط له معابد محاريب يعني كانوا ينحط له حاجات تتعلق بالاستخدامات الدينية أو شيء يتعلق بالاستخدامات المدنية عندكم في المرات أشوف أنا من أحد وفي كميليات والنحط تقرس عندكم قبل ما أقفل معاك الحديث هل المواطن الإماراتي الآن يعني النحات الإماراتي الجديد أو القديم هل ساهم في التنمية العمرانية والنهضة الكبيرة التي تمر فيها الإمارات يعني نلاقي له منحوتات على الكورنيش نلاقي له في المنتزهات نلاقي له قدام الأبراج في المناطق التجارية والصناعية والحكومية هل له حضور النحات هناك في المسائل هذه لاحظ كمية الفنادق التي تطلبها كمية هائلة من المنحوتات هل المواطن الإماراتي يشارك في هذه بالتأكيد يعني في مجموعة من الشباب الإماراتيين حقيقة قدم منتج فني نحتي رائع أذكر على سبيل المثال مطر باللاحج أذكر على سبيل المثال الدكتور محمد يوسف دكتور كريم الشوملي من الأسماء المهمة اللي برست في الأون الأخيرة وقدموا مشاريع رائعة تنتشر عمالهم في دبي وفي الشارقة وحتى في أبوضبي أيضا فالنحة بدأ يخرج من تحت توصية المعتقدات الدينية وبدأ يشوف النور إن شاء الله بكل دولة الخريجة إن شاء الله هذا الشيء واضح للعيان بطار عصام يعني لو تزورت الآن دبي وتزور الشارقة تجد في بعض الساحات بدأت العمال الفنية تشوفها ثلاثية العبادة أو المحوتات موجودة بشكل رائع وجميل لكنه لسه موضوع سباكة البرونز تشكل أيضا عائب كبير الانتشارة للأعمال شاكرين ومقدرين لك يا دكتور معتصم أشكر لك والله على الحديث الله يسلم أنتقل الآن بالميكرافون للدكتور محمد إسحاق وحقيقة والله يا دكتور أنا ما خلتك الأخير إلا أهميتك يشهد الله دكتور محمد سيد رائع تجربة كبيرة جداً أخواني هو درس في ألمانيا ومن الناس الحقيقة يا أخي أنا انبسط من مجهوداته وألف شك أننا خذناك اليوم من الستيديو وطلعناك من المكتب تكون معنا اللحظات هذه الميكرافون عندك طال عمرك لمدة عشرين دقيقة تقول فيها لما تشاء وتعرض فيها من الصور ما تريد بارك الله فيك دكتور الميكرافون عندك السلام عليكم كل سنة وانتم بخير وتحياتي للدكتورة فخرية والأستاذ فيصل الفنان السعودي والفنان موتصم وعلى رسولهم الدكتور زياد وحضرتك طبعا للعوتك الكريمة لهذا المنتدى لعرض وطرح القضية هامة من القضايا التحديث والتطوير في الفكر المعاصر وخاصة أن هناك تغاير في المنطقة العربية والحالة الثقافية اليوم النهاردة بننظر إلى منطقة الخليج ويمكن الجولة اللي تمت من خلال الأستاذ فيصل والدكتورة فخرية والأستاذ المنتصم يتبين أن هناك أزمة بالفعل في طرح مفهوم الهوية طرح مفهوم الهوية لم نتعرض له بعد في هذا الحديث إلا إشارات وتلميحات لأشكال ورموز في العمال الفنية الهوية هي أزمة بالفعل في الخليج ورغم أن الخليج يتميز بأنه قطاع وأرض وحدة يحدها الخليج العربي وكلمة الخليج العربي يعني التوحد في الرؤية وفي النساحة وفي الأرض وفي المستعبت وفي القضايا والفكر والرؤية والخبرات يعني هي رؤية استراتيجية لمنطقة أهمة جدا هي منطقة الخليج العربي وكلمة العربي تعني أن هناك تحديد محدد وفي تصميم لكلمة هوية هذه المنطقة بكطاعاتها بدءا من العراق حتى ننتهي إلى أعمان وننتهي إلى اليمن مرورا بهذه الدول الأخرى حتى ننكرها البحرين الكويت قطر الإمارات كل هذه الدول هي مشكلة لثقافة وفكر لهذه المنطقة العرض المطروح قدامي واللي أنا شفته يمكن يخليني أنظر برؤية بعيدة ورؤية مختلفة عن الطرح عن تاريخ المنطقة تاريخ المنطقة هو معروف طبعا ولكن هناك أزمة ورحة لية يمكن أن يتغير مصار التفكير في الندوة أن الأنظر بدأ بكلمة الهوية والهوية هنا نقع في أزمة بالفعل في الخليج العربي بين حداثة فن النحط في الخليج العربي والحداثة العالمية ويمكن هو ده الجاب اللي احنا بنشوفه يمكن لمح لي الأستاذ معتصم على معتصم لمح لي وقال إليه أن هناك في الفعل إشكالية ولكن العرض التاعي هو عرض مختلف أن حداثة فن النحط هو تراكم من الخبرات والثقافات الموجودة ورغم أن المنطقة غنية طبعا بالسموزومات والمتاحف والفعاليات اللي بيتم بالطويق والسحار إلى آخره كل دوت في الدرعية في جدة في مدحف أبو ظبي الفن الحديث يعني المنطقة بالفعل فيها حراك البحرين والسموزومات في النحط كل ده فيه حراك ولكن الحراك لم يحدد إشكالية أو شكلية بالفعل لفن النحط وهويته في هذه المنطقة العربية الهما الذي توسل وحدة ثقافية أو وحدة جغرافية أو وحدة تاريخية زادة قضايا أو مصير واحد لهذه المنطقة الحداثة بالفعل لأنه عشان يكون في نحط يعني منتعرض لإشكاليات الهوية والدين أو النحط والدين إلى آخره الهوية بقى المعاصرة ليس لها صلة بالدين وكلمة عربية لا تحدد أن هناك دين كلمة عربية تعني أن هي جمع شعوب تحمل صفات وخصائص وكان في تراكم ثقافي من قبل الإسلام وكان في هذه الثقافات موجودة وهذه الديانات موجودة وتعني أن هذه القومية هي قومية عربية وليس قومية إسلامية بالعرض حتى يكون فيه مشروع أو فكرة التحريم اللي هي بتتداول في النصوص هي النقطة بدأت في الأزمة من أين ابتدى فن النحط في منطقة الخليج طبعاً الجانب الإعلامي والجانب الثقافي لا ننكر إن هذه الدول أو هذه المنطقة فيها حضارات مترقمة ويخيب بها مجموعة من الحضارات الأخرى يعني على سبيل المسار يحدها في الشمال حضارات البابل وحضارات الرافدين والعراق وإلى آخره في الجنوب حضارة سبق في الشرق نلاقي الحضارة الصينية والهندية وبلاد السند واليابان وفي الغربة نلاقي الحضارة المسارية القديمة ونلاقي في حضارة طبعاً مترقبة في هذه المنطقة حضارة دلمون من تايلوس وفيلاكا إلى آخره كل هذه الحضارات شكلت شكل معين لهذه الثقافة ولكن متى بدأ فن النحط في هذه المنطقة حتى نضع على عملية التطوير أو التغيير والبحث عن الهوية الإشكالية أن كل ما هو تم من عرضه يعني معه ترامي هو يعني محاولات نختية أو محاولات تشكيلية تقع بين الرغبة في إيجاد منح موتات معصرة ولكن هي في حدود تقنيات وخبرات وثقافات محدودة لأن في صداع مصراع بين الثقافة والهوية والمعصرة الثقافة والهوية والمعصرة هي الجاب الموجود في هذه المنطقة حالياً فهذه المنطقة تحتاج بالفعل إلى رؤية زي مجلس التعاون الخليجي ما بيتم أن يكون رؤية ثقافية أو مشروع قومي لهذه المنطقة حتى يكون هناك نحن ذو هوية عربية وهوية عالمية بس ما حصلش إصدام أو الصراع بين الهويتين الهوية اللي أنا شفتها هي هوية لأعمال نحتية لفنانين شباب معروضة لا وعرضتها في أي مكان ما قدرش أقول إن ده عماني أو ده محريني أو ده سعودي أو إلى آخره لازم يكون هناك في مشروع قومي واضح تماماً لتخطي هذه العقبة بين أزمة الحداثة يعني الحداثة مش التحديث حداثة فن النحط حداثته يعني إيجاده على الساحة كرؤية جديدة أو مشروع جديد في المنطقة والحداثة العالمية اللي هي تعني الجديد والتفكير والمدارس والرؤية والخبرات إلى آخره هنا في تداخل بين هذه النقطتين عشان كده فيه صراع فيه صراع فيه صراع مش عيبان النهار زي ما الدكتورة فخرية قالت إن الحراسة عنهم في المنطقة يعني هي لا تخص في عمان بس تخص المنطقة كلها عشرين سنة عشرين سنة لم تتبلور الشخصية النحتية أو شخصية الفنية في الأعمال النحتية بعكس إن في اتجاه الشمال لو بصيت ليه العراق على المنطقة فيه شخصية نحتية فيه العراق من قود جوان سليم لمحمد غني حكمت إلى زيل أسماء محمد الحسني إلى آخره كل دول مجموعة كونوا حلقة بالفعل اللي بتسلم جيل بعد جيل هذه الخبرات فيه تراكم الخبرة النحتية المحلية أو الإقليمية أو ذات الهوية العراقية بالهوية العالمية صنوع من التواصل والدم ولكن هذا التواصل والدمج بما لا يتعارد مع ثوابت الهوية العربية الهوية العربية لا ثوابت والهوية العالمية متغيرة وحتى ثوابت الهوية العربية بتتغير بدليل النهاردة السعودية أو دولة عمان أو الكويت أو أي دولة من هذه الدول إنها دخلة بقوة على معترك صراع مع الحضارة والحداثة ولكن هنا مش عاوزينها تكون زي ما كنا منا حد في البحر على طول ونقوله تعالى عوم لا إحنا عاوزين نعوم بتسلسل أو باستراتيجية واضحة المراحل واضحة المعالم حتى تتكون الخبرة بالفعل في مجال عالم فن النحط دي يعني أنا كنت ممكن أتكلم عن الخليج العربي كله من العراء حتى اليمن في فكر النحط والعرض ولكن اللي أنا لمسته هو غياب مفهوم الهوية وإن كان هو أول لفظ أو أول كلمة للمنتج أو لمحورة اليوم الهوية فلو إحنا حطينا محور الهوية دي وشوفنا إيه مكوناتها وإلى آخره نقدر نقول والله إحنا ممكن نحط نحط خطة أو رؤية استراتيجية لتطوير هذه الرؤية أو وضع النحط العربي الخليجي على الخريطة العالمية والمحلية والإقليمية ومش أطول عليكم ودي يعني المدخلة وأنا سعيد بما سمعت من السادة وتوضيح لرؤية يعني إيه هو الخليجي العربي وهو فين هو حدوده من الحركة الفنية سواء الإقليمية أو العالمية ألف شكر لك والله يا دكتور ألف شكر لك والله يا بروف يعني انت تناولت من أول لحظة أزمة الهوية النحتية هي أزمة بالفعل يا دكتور وأنا لو كتبتها هكتب بالفعل وبعوات لك المحاضرة دي تأني أنا قدامي مش هقول لك أنا محاضرة مثلا عند عشرين صفحة مكتوبة يعني لو أنا بعدتهم لك أو إلى آخره يعني دول متنظرين للفكرة والنظريات اللي هي بتحكم فكري يعني أنا من نوع اللي أنا منظر بحكم عملي كأكاديمي فأنا بنظر من الفكرة التنظرية للموضوع وليس الفئة مع يعني لا يؤخذ علي هذا الكلام مع سالة احترام لهم كلهم وعرضهم ولكن الرؤية التنظرية للفكرة هو أنا ما أسعي ليه وليس الرؤية الشكلية للأعمال النحتية اللي هي موجودة في منطقة الخليج الرؤية التنظرية لها تقول إن هناك أزمة وإن هناك هذه الأزمة لازم نحط يدينا عليها بالفعل إذا كان لدينا مشروع قومي لوجود ما يسمى فن النحت الخليجي وتغيير الهوية الفكرية والثقافية والسلوكية من أول المدرسة لغاية المجمهور أو الشعب الخليجي في مفهومه للنحت وفكره للنحت والهوية ليس لها صلة بالدين دي مرة أولى أو مرة تانية أو تالتة هكذا لأن كلمة العربية لا تعني أن هناك دين إسلامي يحرم أو يحذر أو يمنع من وجود هذه العمال شكراً وآسف لأي نوع من الإطالة أو التداخل بصورة يعني غير المباشرة في التعامل عن أنا بتكلم عن عمل نحتي في عمان أو الكويت أو إلى آخر ولو نقلته وخدته في أي مكان تاني مش هادر أقول إن دوت عمل عرائي أو عمل دمصري أو عمل إلى آخره موضوع الهوية هو موضوع كبير جداً جداً ويا ريت نرجع لرافض الهوية وتعصيل الهوية في الخليج العربية حتى يكون بالفعل إذا كان هناك مشروع قومي حقيقي لتجميل منطقة الخليج أن يكون له هوية ولهو علم ودراية بفن النحط وحداثة فن النحط في المنطقة والحداثة العالمية شكراً لكم شكراً لكم الله يكلمك أنا ألخص بس اللي أنت ذكرت ولأنا من شوية في ورجاتك أو كلمتك اللي ذكرتها في الحديث من شوية أنت تتكلمت حقيقةً عن أزمة الهوية في النحط والمعاصر عندنا في دول الخليج ورجعت أزمة الهوية هذه القضية تتعلق بالأصالة والحداثة والمعاصرة وقلت أنه في شكل الإنتاج الجديد هذا والحراكة النحطي للحديث هذا وجودة النحط وجودة النحط جودة النحط هنا أنا ما أقصد بها الحداثة حداثة جودة العمل الفني أو ما يسمى نحط في المنطقة بمقياس أو معايير فن النحط سواء العالمي أو الإقليمي في المساحة المحيطة لأن هنا فيه إشكالية وصار أشار إليها الفنان معتصم وهو بالفعل صائب تماما الأشكال تكاد تكون هي عبارة عن مجسمات خالية من أي قيم تشكيلية أو مضمون تعبير وده هو صريح ويمكن أنا لو قلتها يمكن أقولها متحرك لكن لما هو لا أنا بالفعل أنا بأييره في هذه الرؤية طيب طيب بارك الله فيك ألخص بس اللي أنت قلت واللي قاله الزملاء جابلك حقيقة أن توصلت عند توصية أنا أتمنى أن تكون توصية يعني من ضمن توصيات الجلسة والتوصية الثانية اللي هو أهمية وجود مشروع قومي خليجي وطني محلي يظهر محنوية النحتية قبلك الدكتور المعتصم أوصى بضرورة تتشيل مسابك للبرونز والمعادن لتشكيل المعادن في دول الخليج وهذا حيريح النحاتين اللي يسافرون ويسافرون بره قبلك الدكتورة فخرية قدمت لنا ورقة تتكلم فيها كيف بدأ النحت وكيف وصل الآن من خلال عشرين سنة وعشر سنوات وقدمت لنا نماذج كثيرة ظهرت من مخيم صحار وكبرت بعد كده قبلكم أول واحد بدأ للأستاذ فيصل قدم لنا توطأ تاريخية سرد لنا فيها الحضارات القديمة وبعد كده اتكلم عن العوامل اللي أسهمت في رسم هوية النحت السعودي وتكلم كمان عن تأثير تحريم الفن على الإنتاج والتعليم وتكلم عن المواضيع اللي يتناولوها النحاتين في السعودية ونوها عن تجارب حديثة وفي الأخير أتكلم عن مشاريع المستقبلية إن شاء الله الدكتورة فخرية بس هي أشارت للوقتة مهمة جدا جدا قالت التربية والتعليم هل هناك مشروع للفنون للتربية والتعليم زي ما أشارت ليه الدكتورة فخرية في المنطقة لابد أن يكون هناك مشروع بالفعل زي ما هي قالت لأنها أشارت إن العملية من النشق من النشق فيه إشكالية في تقبل الفنون في هذا المجتمع الخليجي فلابد أن يكون هناك مشروع قومي أصلا في التربية عن طريق الفنون في منطقة الخليج دي مهمة جدا اللي شارت لقيتها الدكتورة فخرية ويمكن لنا بلورتها في السياغة ولكن هي أشارت ليها بالفعل في اللغة وهي بتتكلم أحسنت يا بروف بارك الله فيك عمونا إخواني ندوتنا الآن انتهت وبنتقل بالميكرافون للأستاذ الحضور إذا كان عندهم أسئلة استفسارات للبروف محمد إسحاق للدكتور معتصيم للأستاذ فيصل للدكتورة فخرية فكل الحضور والمتحدثين يعني حاضرين يجاوبوكم عليّي استفسار حياكم الله عدد الحضور جاوز الأربعين وظن قرب من خمسين ما شاء الله الحضورة الآن تسمح لي دكتور عصام تفضل يا دكتور تفضل الواقع أنا مستمتع بكل الطروحات التي ترحت وأجد أنه من المهم الإشارة إلى موضوع فيما يتعلق بالنحت والإخوان يتكلموا عن دلمون ويتكلموا عن حضارة وادرات بدين تذكرت دراساتي في الماجستير لأنه كانت دراساتي في الماجستير حول فلسفة اللاهوت في بلاد الرافدين وأجد أن فن النحت ارتبط بالحالة الدينية بالدرجة الرئيسية ولم يرتبط بالحالة الإبداعية كان الإنسان في بلاد الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد في العهد السومري على سبيل المثال كان يصنع هذه المجسمات للملوك والشخصيات النبلاء من أجل أن تكون في مواجهة مجسمات الآلهة وانتقلت هذه الحالة بعد ذلك إلينا باعتبار أن التجسيم الذي نسميه اليوم فن النحت أن التجسيم هو ظاهرة دينية في كل الأحوال من هنا عندما وصلت الفكرة إلينا في الثقافة الإسلامية وجاء الحديث النبوي الذي لعن فيه المصورين والمصورين هنا المقصود فيه المجسمين النحاتين لكن هذا اللعن لم يكن مطلقا وهذه إشكالية الفقيه للأسف المعاصر الذي تصور بأن هذا اللعن مطلق ولعن الله المصورين لماذا؟ لأنهم يظاهؤون خلق الله فإذا لم يظاهؤوا خلق الله يعني إذا لم يكونوا يقدموا نحتا يريدوا أن يظاهؤوا فيه خلق الله وإنما يريدوا أن يقدموا نحتا إبداعيا انتفى الحكم فالحكم مرتبط بالعلة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم لهذا السبب في الوقت الحضارة العربية المسلمة برز مجموعة من النحاتين ما عندنا ربما أسماءهم لكن كان هناك نحاتين نحت تلك المجسمات في الأندلس الحيوانية الأسود وغيرها التي حديقة النوافير المشهورة في الأندلس التي كانت تخرج هذه المياه والمجسمات كذلك النحتية التي كانت مبسوثة هنا وهناك في القصور يمكن ما عندهم ثقافة نحت الأشخاص وهذه الثقافة جاءتنا بعد ذلك من أوروبا من الثقافة المسيحية لأن الثقافة الكاثولوكية هي تعتمد كذلك على الرسم بعكس الثقافة الأرشتوذكسية لكن الثقافة الكاثولوكية تعتمد على الرسم وعلى رسم الأشخاص فمن هنا انتقل إلينا هذا اللبس الذي خامرنا للأسف الشديد هو الذي جعل النحت ضامرا في ثقافتنا المحلية على وجه الخصوص ولا سيما فكرنا العشرين وقت النهضة أو بداية الدولة الحديثة في دول مجتعون الخليجي على رأسها المملكة العربية السعودية ثم باقي دول مجتعون الخليجي فصادف هذا الفكر الديني الذي نظر إلى هذه المسألة بذلك المنظار الضيق فجعل النحت معطلا أنا أذكر ويذكر الزملاء أن بدايات النحت في عاد محمد سعيد فارسي كان يشوبها كثير من الإشكال ربيع الأخرس وهو أحد النحاتين العرب السوريين الموجودين في جدة من 79 موجود في جدة ربيع الأخرس عندما سوى الخيول المقطعة حتى ما قدر يسوي خيل كامل فكان يعمل الخيول المقطعة لأنه كان هناك رؤية دينية تحرم هذه الرؤية الدينية التي كانت تحرم أيضا كانت تحرم بطريقة خاطئة كما أشرت لأنهم لم يكونوا فقهاء ولم يستطيعوا أن يستنطقوا الحكم الفقهي كما يجب فأوقعونا في هذا الشرك طبعا اليوم الحمد لله نحن في النهضة الحديثة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان تخلصنا من هذا الذهن أو من هذه الفكرة وأصبح النحط اليوم حاضرا بكامل حدته ضمن أجوائنا في المملكة ولا شك أنه ضمن أجوائنا في الخليج أخيرا نحن في الخليج لم تتشكل لدينا هوية في هذا الموضوع وأنا أتفق مع الدكتور محمد نحن نحتاج إلى أن تتشكل لدينا هوية في موضوع النحط خاصة بنا وبالتالي نحن نتيجة لهذا التأخير الحاصل سنبتدأ ربما من الآن في صنعة هوية خاصة تعبر عن هوية الجزيرة العربية بوجه عام التي الخليج جزء منها تعبر عن كضايانا تعبر عن إشكالياتنا تعبر عن موروثنا نحن نحتاج حتى أن نقدم نحتم يمته إلينا في هوياتنا أن نعود إلى موروثنا الأصيل ونستنتق هذا الموروث وننتج منه بعد ذلك يعني منحوتات جميلة ورائعة يمكن أن تنافس في الخارج كان النحات يلجأ إلى الزخارف ويلجأ إلى الحروفيات ويلجأ إلى التجريد هو هربا فقط من التكفير خلينا نقولها بكل صراحة هو هربا من التكفير أو من التبديع والتفسيق الذي كان يمكن أن يمارسه لكن الآن أعتقد ما عدت في حجة والنحاتين يجب أن يبرزوا وأن يفجروا طاقاتهم وهوياتهم اللابعة من موروثهم شكرا دكتور عسان بارك الله فيك عموما أخواني أن أشكر الحضور واحد واحد وأشوف الدكتور حسان رافع يده عنده سؤال حياك الله دكتور حسان وحياك الله دكتور علي وفرح وغيدان ونورة وسارة وما شاء الله تبارك الله الأسماء واسعة وكبيرة مرحبا بكم كلكم أي استفسار توجهه للحضور أهلا وسهلا فيكم تفضل يا دكتور حسان إذا كان فيه إمكانية تفتحه له الشير أو تفتحه له الميكرافون تقدر تفتح الميكرافون من عندك يا دكتور حسان وتبدأ سؤالك السلام عليكم تفضل عليكم السلام تفضل أسمعك تفضل بداية الحقيقة ما عندي سؤال أنا داخل الحقيقة بعمل داخل دكتور أصام أولا بسجل شكري وتقديري وسنائي وإطراء الفكرة الحوارية والمطلقة الأهم سناء شديد جدا على القامات والقيم المضافة وأصحاب طرح الموجودين أشكر حضرتك جدا يا دكتور أصام على أدارتك الحوارية السرية دي وعلى ما تقدمه دايما من محتوى سري وورش وندوات أشكر أستاذي سعادة الدكتور محمد إسحاء أستاذ النحت وعميدة كلية التربية الفنية الأسبق اللي دوما تعلمنا وأنا تعلم منه أشكر جدا سعدت الفنان أستاذ فيصل خديد الأخ والصديق أشكر دكتورة فخرية والدكتور زايد والأستاذ معتصم طرح هايل جدا إذا سمحتول إن أنا أقول من أساتذ أكاديميين وأكاديميين وخبراء عرضوا الموضوع من وجهة نظر خاصة جدا من وجهة نظر أكاديمية قدمت ثقافة وعلم ومهنية تسري وتضيف قيم مضافة وأبعاد للمنطقة شكرا جزيلا استفدنا دايما من علمكم سابقا ونستفيد حاليا واستمتعت جدا بالأرض والتحليل والتفسير وشكرا جزيلا يكرمك يا بروف حضورك والله يكرم لنا هو أستاذ للتصميم في جامعة أمو القرى جينا من جامعة حلوان وله تجارة كبيرة يعني على العين والرأس والله نفخر فيك والله يبرف بارك الله فيك بغيت أسألك يا داود والدكتور علي وغيداء وفرح وبقية الحضور إذا عندكم أسألة حليمة أنفال إذا عندكم أسألة استفسارات حياكم الله الميكرافون مفتوح لكم خالد الشريف رهانة رويدة ريتام سامي صالحة عيس المطيري فاطمة فخرة حويتي ليان ماجد عسيري حياكم الله جميعا أي أحد عنده أسألة منال بدر نوافة المسلم رهفة الحماد هيفاء المشعل وداد المطيري أحد عنده استفسارات قبل ما نخلص اللقاء أخواني عموما أخواني أنا أشكر مركز الخليج للدراسات والبحوث ومختبر الحوار الخليجي بما فيها الجلسات اللي حين نعقدها في مجال الفنون البصرية الجلسة الماضية كانت عن فنون الرسم والتلوين الجلسة هذه كانت عن فنون النحت الشهر القادم أو اللي بعده بنسوي إن شاء الله جلسة في الفنون الرقمية بعدها عن الإبداع الفني بعدها إن شاء الله تعالى عن الثقافة البصلية السائدة في دول الخليج وفي كل المواضيع هذه إن شاء الله تعالى رح نتناول الممارسات الحالية أو القديمة بنشوف النظريات اللي تتعلق بتنفيذ الممارسات هذه أو كيف ننظر لها وننقد الحركة التشكيلية ونشوف إيش فيها من جماليات وإبداعات برضو بارك الله فيكم وأسر الله تعالى نلتقيكم إن شاء الله في اللقاء القادم أنتم في أحسن حال وكل سنة ونتوا طيبين وعامكم سعيد ومبارك إن شاء الله ورنبانكم يا رب يكون مليئة للخيرات وبتقبل الدعوات بارك الله فيكم شكرا دكتور عصام وأنا أشكر كذلك باسمي وباسم زملائي في المركز الأستاذة شاهد الأستاذ يوسف والأستاذة فاطمة باسمبل وباسم رئيس المركز دكتور عبد العزيز أنا أشكركم أيها الزملاء أيها الأساتذة الكرام على حضوركم وعلى مداخلاتكم القيمة وإن شاء الله ستشاهدونها قريبا سنبث هذه الحلقة إن شاء الله عبر اليوتيوب قريبا ونلتقي إن شاء الله في حوارات أخرى في مختبر الحوار الثقافي الفليجي النابع والتابع لمركز الفليجي للأبحاث شكرا لكم فردا فردا شكرا جزيلا شكرا دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا